موسيقى فرح المسيح وسلام المسيح بقلوبكم أختي وأخواتي من وين ما كنتوا عم بيتابونا بالعالم ودفى الإيمان بدي أتمنى لكم إيه كمان لأنه بلشت درجات الحرارة تنخفض وبلشنا نحس بالبرد على سيرة البرد بهذا الأسبوع قررت أني نزل الشتوي بصعف وقدما كانت خزاناتنا كبيرة منظلم عبينا بالتيب اللي عم نلبسها ومنقول يلا منشيل الموسم الثاني لمحل ثاني تحتى نكسب مطارح فنزلت الشتوي وأنا مبسوطة بحالي كمان بنشت أرجع على هيك الشيب تابعولي ورجع أكثر الوزن اللي أخدته من ورا العلاج وإن شاء الله يكون الحكيم ما عم بيسمعني هلا لأنه أكيد عملت غسب عن إيرادته ووقفت الدواء أخدته السنة من أصل عشر سنين مش هيدا الموضوع الموضوع أن نزلت التياب والتياب اللي ما كنت عم تفوت فيه مبسوطة أني أرجع ألبسها بفرح أني كأني عاملي شوبينج قزانة كاملة تخيلوا هيدا الفرح فأنا عم نزل التياب وضبضبت الغراد وأربع خزانات ثار وفل مبسوطة بحالي عم بقدر ألبس كل شيء استفقدة الطوب يعني خلص صار كل فكرة بهيدا الطوب اللي مش عم بعرف وينه وأنا أكيد ما عطيته لحده أنا أكيد بعضه موجود كان معي طب الخزانات كلها ظهرت لبره وينه هيدا الطوب نمت أول يوم تعبيني بتعرفه على الشغل وكل فكرة بهيدا الطوب تاني يوم يعني مش معقور هيدا الطوب وينه وأنا مؤهورة بدي إيه أنه نسيت كلها الخزانات المليانة تياب واللي مبسوطة فيها وحاطة عام لي فوكس على هيدا الطوب بعدين مثل العادة دايما أنا هيك بدير روحي أو روحانيات قلت له يا رب شو بدي أتعلم من هيدا الشغلة وأز بالفكرة الحلوة الروحية أنه حسيت اللي حاسه الرب يعني مين أنا اللي أصغر من الغبرة أنا المغطسة بالخطيئة وشو هو هيدا الشي التافي البيخ اللي اسمه طوب قدي أنا ترك كل هالأشهر حلوة ومفاكسة على هيدا الطوب ومأهورة بدي لقيه قدي الرب تخيلوا ملك الملوك ورب الأرباب بكون عنده كل هالناس الطيبة القدسين بيزعل لما حدا خاطئ واحد بيبعد عنه بيصير بتعرفوا أكيد النص الإنجيلة اللي تسعة وتسعين خروف تركهم وصار مفاكس وبدوا يفتش على الخروف الضايع قلتوا يا رب بشكرك يا رب يا رب بشكرك يعني أنا قدرت أعرف واحد من المليون إذا بدكن من الشعور اللي ممكن أنت تحس فيه وفرحت وتعزيت وبس وصلت لهالنتيجة ما بعرف كيف رحت فتحت جرور لقيت الطوب عليلويا دايما نتعلم أشياء روحية من أمورنا البيخة السطحية الأرضية أو المادية حتى دايما في درس منتعلمه هذا الشي خليني كمان قربته بنص الإنجيل اللي مبارح الأحاتار في زيارة العذرة لقلي سبات نص رائع يعني فيه أشياء تنحكي عنه من هلأ لبكرة إذا بدكن عن يحن المعمدان هيدا الجنين اللي ارتقد رقص فرحة لأنه بيكون أول مرة بيشوفه لا يسوع بعده يسوع تعرفه كمان برحم مريم شأنه بعده أخذت البشارة من الملاك بالحبل بواسطة روح القدس وأكيد بي نحكي عن الإصابات وأكيد بي نحكي عن العذرة والخدمة بس لبدي إلفت نظركم إلو اللي أنا كما تأملت فيه شوي تخيلوا أنتوا معي سيناريو جديد لو أنه بلش العهد الجديد بس بالبشارة من دون بشارة زكريا ولا عرفنا أنه الإصابات حبت تخيلوا بعض عاقر وتخيلوا العذرة لأنه هي خالتها ومبسوطة وعرفت أنه تحقق نبوءات العهد القديم وهي الإنسان المختارة أنه راح تتفرح الإصابات بها الخبرية وإصابات عاقر برأيكم كانت راح تكون نفس السيناريو راح تمتلق الإصابات بروح القدس راح تحس بالنعمة الإجتها راح الإجت لعندها راح تحس ما بعرف ما بظن يعني نحن أوقات كتير بنتمسك بالعقم اللي فينا وما عم نحكي العقم الجسدي عم نحكي عقم الروحي الأفكار ماشي منكون عقيمين مسكرين مقفلين مش منفتحين إلى أنه نعطي ثمار نحمل الثمار وهيدي بالتالي مثل ما أنا كنت مفاكسي على هيدا الطب وهيدي يعني كل أفكاري بس مصطمة تجاه شغلة واحدة ما بنحس بالنعمة وما بنحس بالفراح ولما ننفتح على الرسالة الروحية من وراء الشغلة نفتح هيك تنفتح كل أسريرنا منقول ناخد النفس كأنه بملء الرأتين منقول أمين هاللويا شغلة التالتي وأخيرة بدي أقولها بها المقدمة كمان بهالجمعة نحن معاودين بلبنان دايما يعني ننعدى إذا بتكون من العادات والتقاليد الأجنبية ومنحس إياه نحن بنكون كتير كول إذا أخذنا مثلا بلاك فرايدي تخيلوا بلاك فرايدي أخذناه وسكرت البلد ترقاط كله ليه لأنه بأميركا بيعملوا بلاك فرايدي نهار الجمعة اللي هي دغري آخر جمعة من نوفمبر وأصلا اسمي تبلاكي تسمي تبلاكي كتير بشعب تذكرنا بسواد الحروب اللي عشتناها وخاصة حروب بين بعضنا حروبنا نحن بين بعضنا اللبنانيين الأحلى شغلة واللي ياريت دايما بناخدها منهم هي تينكس جيفينج يلي بيحتفلوا فيها بأميركا وهي آخر خميس من نوفمبر أنا شخصية لأنه بعيلتي صافي عندي بنت أمريكية أكيد كنت أمريكينية حبيت احتفلها بثينكس جيمي لأنا بعيدة عن أهلا والأجمل من هيك أنه أنا شكرتها على العيد اللي جلبته معا من أمريكا لأنه ما في أجمل مننا ما بدي لكم التركي والبومكين باي والديشوز اللي حطيني هون والمأكلات الطيبة الأمريكينية بدي لكم ما في أجمل من أنه يكون كلنا مجموعين أو عم نقول صلاة شكر بعرف رح تقولولي أنه لازم كل يوم نشكره كل يوم سبعين مرة سبع مرات نشكر صح بس مش غلط أنه البرس التسعة يلي شفوا جسديهم وراحوا نذكرهم مرة بالسنة أنه لازم تقوله لازم تشكره الرب فأنا هايلي بتمنى أنه كل لبناني معلي اللي عم بينساء أنه يشكر ولو مرة بالسنة يعين أيدي الشكر ومنقول المجد ديما للرب كل شي عم نعمله اليوم ضيفتي ضيفتي واحدة لأنه مميزة بالنسبة لقلي قدمية قدمة بحبها تعرفت علي من 11 سنة مش بس أنا تعرفت علي أنتو كمان تعرفت علي من 11 سنة بأغنية لفتت العالم وشفتنيها لبسة هذا الأبيض وكانت منسبة حزينة على البلد واللي بتحبوها كتير وهلأ عم نشوفها بكل سجيتها وعفويتها إنساني طبيعي مية بالمية مع أنه فنانة يمكن ما بعرف هيك فيه صفة أو فيه لطخة زبتكن على الفنان بيقولوا آه الفنان يمكن عنده وش تاني بيطلع فيها الجمهور لأ اللي راح تشوفوها هلأ راح تشوفوها ميكايلا الحقيقية مية بالمية أهلا وسهلا فيك ميكايلا مونجور كيفي كرايس أنا اشتقت لي أنا كمان مرسي كتير على الانترو كتير حلوة وحبيتها كتير مرسي حبيبتي مع أنه أنا وإياك الجيران التقيت فيك مرة واحدة بالسوبرماركت مش من زمان بشكر الله أنه ما فيشي صدفة بحياة المؤمن لكن راب راد أنه بتدبير إليها تكوني تعطيني رقمك من جديد وتكوني ضايفة اليوم صحيح وكنت مسافرة وكل شيء زبطنيها أنك تكوني اليوم مزبوط اليوم كل اللي عم يحضرنا بودوا يتعرف على ميكايلا جديدة يالا أكيد ميكايلا المخباية الوجه الآخر الوجه الحياة اللي كل يوم بعيشها الشي اللي بطلع في هنا على التليفزيون يعني مزبوط أنه نحن أوقات بنلبس هكي قناع بنلبس حدن تاني لما نطلع على تيفي لكن هي مزبوطة هيدا موجودة وعم جرب أنا من خلال مقابلاتي وشخصيتي أن أكثر هالهستيريوطايب أو هالفكرة العامة اللي إخدها المجتمع أنه الفنان دائما مثلا شايف حاله أو هيدا فنانة مثلا يهي أكيد مع كتير مساري لأنه بتكون لابسة بطرق وبرق أو أنجاد والله أو بيطلع كتير خبار أو هيدا مستحيل تكون مثلا بتصلي أكيد كافرة ولو بتروح بتصهر وبتغني بمطارح بيشربوا بيدخنوا بيرقصوا هولي كله المظاهر يعني ما تمثل مثل حياة السياسة السياسة ما بتطعف الشيء عنه غير بتوفيها على التليفزيون كل شيء عاطل بتفكري عنه بيتلعه وبالآخر مثلا إنسان كتير منيح مثلا مع أولاده إنسان بيصلي بيروح على الإددس بس إنه خلص هولي الأفكار والبرججمات والأحكام اللي تطلقها للناس على الأشخاص المشهورة فيها ظلم كمان يعني صح شفاف وإنت كتير منيح بعائلتك وهذه عائلتك الكبيرة إذا كنت بالشأن العام مظم إلا خلينا بميكايلا لطبع نفوت بالسياسة لأنه متاهيتها كتير كبيرة ميكايلا من 11 سنة أول مرة كنت تاني مرة تطلع على العلام وأنا كنت أول مرة بشوفي كان قصبية اللي تدهرى من الجامعة جديد اللي بتستحي كتير وطلعت غنيتي وقتها أغنية كتير حلوة بوقت كتير كانت يعني كنا نحنا بحاجة لنشوف البيض بقتان متى الموقف كان استشهاد الرئيس رفيق الحريري بس أنت شو القصة هوني خنرجع نذكر فيها أنت كنت معام لألبوم بأربعة عشر شباط نهار الاغتيار أنا كنت محضرة ألبوم أكيد أغاني حب والبيبي صغير طبعي مبسوطة فيه يعني وشاغلي عليه وهايك وعأساس نزلت الألبوم وصارت الحادثة واستشهد الرئيس وكان عساس انت لقيت أول أغنية لقلي ساعة انتان بعد الدور واستشهاد ساعة واحدة يعني قبل بساعة وقفنا كل شيء طبعا وأكيد الألبوم يعني ما حد أخد حظه أو الضوء مظبوط يعني كل الشغل تقريباً اللي عملناه يعني ترتبعه راحة الفادة بس بس يعني كله لعله خير هلا عم نحكي أنا بمسيرة الفنية هذا الشيء كتير فادمة يعني مع أنه الوضع كان كتير مأسابة وكان مستحيل أني اكتخدي منه إفادة بس متل ما قلت سبحان الله ما في شيء بالصدفة وشائت الظروف متل ما قلتها بده يعني شيء أنه ما ينجح الألبوم وهالغنية اللي أعملتها اللي هي كانت متل لفت صغيرة وأنا ما كان قصدي أن تنزل على الراديو أو تنشهر هي الأغنية تسربت من قلب استوديو اللي أنا سجلتها فيها وهي في شخص طلب مني أو من مصطفى مدير أعمالي أنه لحملنا غنية أكيد لمدير أعمالي كمان خمسة عشر سنة إلي معظم أبدا مشكر دايما أنت معروفة بالوفا شكرا الله عليك حمد الله حلوة الصفة سجلنا الأغنية وعساس بنا نبعتها لبيت يعني للأصر لأنه في حدا بيعرفهم طلب مننا هالخدمة نحنا خدا بنا هيدا الشخص فسربت الأغنية وبستغرب أنه بلاقيها على الراديو ونشهرت كتير من وراءها ولما سربتها أنت صورت الفيديو كليب لما سربت أنه صاروا الناس مين ميكا الله مين هالعبت غنية هالغنية الكسرة مين هالصوت الحلو وما حدا دعمها ما في شركة ما في حدا عم ما في منتج ما في شيء وحتى أنا ما عم بدعم حالي سربت الأغنية خلص ما في غير الله كان دعمها أمين هيدا اللي عن جد هيدا الدعم لست شهر كسرت الدنيا فيها طلعت عسيان قال على الجزيرة الغنية ما في ما في تلفزيون ما طلعت فيها مزبوط هيدا الشيء الدعم بسفر مصاري ما فيكون إلا رباني أكيد يعني بحياتك أنت بتأكدي أنه في أمور يمكن لو ما إيد الله موجودة فيها ما كانت ما كانت بسفر أكيد أكيد يعني إذا أنت شخص مسلم حالك يعني مثلا على الله ما بعض شو ما يصير يصير وإذا صار شيء عاطل لازم يصير لازم أتعلم إذا صار شيء منيح لأنه بستاهله لأنه هيدا نتيجة شغلة وتعبة وصبرة وصلاتة عم بحصل على هالشي المليح ما فيش عندي عاطل أنا حتى العاطل فيهم أمين لأنك أنت هلا عم تحكي دون أن تدري أو يمكن أنت لأ أسطية لأنه مربولوس بيقول برسيلتو بكورانتوس كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله شو يعني كل الكلمة نشوفه الكل والجميع هادي يمكن كلمة صغيرة حرفين بس الكل يعني بس الكل ما في إكسبسون يعني ما في استثناء لا 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 وكل شيء المنيح والمش منيح بيقلب للخير طبعا إذا ما نحبه نحن منحبه ولا مغرومين فيه أكيد أصلا تعرفي العاطل الشيء العاطل بيصير معك تتعلمي منه مليون مرة أكتر صح عن جد صح نحن تعلمنا شو اللي بحياتي كيتعلمتي فيه مليون مرة أكتر صار هيكي لأول وهلي فيه جائك وقلت فهذا شيء عاطل لكن جمالا كل الأحداث الموت اللي بتصير خاصة بالعيلة يعني ناس بتحبيهم تعرفين بيموتوا بطريقة فجائية هيدا الشيء يعني بتنحط على المحاك يا بتقولي ما في الله كيف بيخد لي ياهون يا بتشوف العكس يعني بتفتش على الله أكتر بين الهلالين ورح خليكي تكفي بتستطر كتير قوي بطريقة بإسهب لأنه أكيد في قصة حلم وراها حتى اللي بيوصل على اللي حد بل ما في الله هاي بتكون وان ستاب حتى يرجع يكتشف جمال الله وروعة الله وجود الله الكل فيه بحليط يعني الملحد أنا بقل له هنيئا لك أنت قريبة بعد عندك فشخة قريبة مزبوط أوقات أقرب كتير من الناس بكونوا عندهم التقوى الخارجية وبيكونوا متحجرين بهالتقوى الخارجية وخلص بتصيروا مثل الصخر يا جماعة أنتوا انتبهوا هيدا الخارج شوفوا الداخل فهيدولي أنا بخاف عليهم أكتر من الملحد مزبوط معك حق أهدا كف الملحد بيفكر لأنه أكتر بيفكر وبجرد وبعدوا يفتش الملحد دائما بيفتش ساعتها بيلاقي بيلاقي بس يالي خلص عنده هالأفكار وما بيطلع منه مشكلة مشكلة بكتت عم تقليلي أنه وقت الحدم يفوت حدم من عائل يعني نحنا بعائلتنا هلأ كتر خير الله حمد الله أنا كان عندي مشكلة بهذا الموضوع نحنا بعائلتنا في سبع مئة ورا بعضهم كلهم صغار يعني عمي وابن عمي وابن عمتي وعمتي يعني هيك بتصالي لمرحلة لأنه كنا ثلاثين واحد بالعائلة صرنا خمستاش ما بقى في حدا 50% ما بقى في حدا ولادة ولاده مش بالحرب لا مش بالحرب كله حوادث حادث سيارة حادث سيارة حادث سيارة واحد انقتل يعني في قصص غريبة مع إنا نحنا عائلتنا يعني أنا سبت كل حياتها رئيسة أخوية منرتل وما منقفى أحد وما منقفى قديس وصوم وكل شي وصلت لمرحلة مثلا بي عائلتا في ناس بيقولوا خيو أي عن أي أخي الله بتحكي أنت ما أخد لي خي وأخد لي أمي وأخد لي بي وينومي ما قلنا سنين منصليله نحنا عمرنا الكنيسة بالضايع هلا ياب بدك تنجري ياب بدك تروحي على العكس أنا أول فترة ما عدا تعرف ما عدا تعرف أبدا طب لم يم بدك أحكي قديك كان عمرك بهذا الوقت كان عمري 25 سنة آه مش من زمان مش من زمان مش من زمان أبدا أوكي وصر تقول طب طب وينو أقلنا أنه ليه فيها لقد ظلم بعائلتي ونحنا ناس كتير مناح بعدينة شوي شوي يصير معي شغلة مثلا مثلا تتفركشي أو تجي رح تموت تتجري أول شغل تقولي الحمد لله طب هيدا شي موجود فيك روحك عم تقول الحمد لله يعني هيدا أنت لحالك بلا ما تفكر بلا ما حدا يأثر عليك لحالك روحك تقول الحمد لله كنت الخيرك يا ربي يعني الله موجود لأنه أنت روحك جاية من الله الله نفخ فيك فيك من روحه يعني ما فيك إلا ما ترجعي للأصل أصل نعمل عند الله بديك ترجعي له لو شو ما صار خاصة إذا أنت منيحة إذا أنت تتربتك منيحة طينتك طيبة بديك ترجعي بديك ترجعي يعني ابن الضال بدي يرجع لو ضل بدي يرجع صح و الله بينطر ربنا ناطر وربنا عم بلاقينا عن نص الطريق يعني شوفي أنا من شغلي كتير كتير بيخي يعني لقلتها بالمقدمة لأنه أنا ستأضحكها حالي وشوفي كيف الراب علمني يعني أوقات كتير حلو أنه نحنا نشاطر الربي يعني شو بنا نشاطره أكيد الحزن اللي بحسه فيه تجاه الخاطر نحنا ما قادرين ما فينا كلنا بهذا بالماد اللي بجسدنا نقدر نتحمل بس لو جزيء كتير صغير أو يسير بحسي أنه لك أنا طعب وخوتت عليه كيف هالراب الراب على شخص نفس خاطئ أو ضال قدي بيكون خوتان عليه وعم بيغلي غلي عليه شو أنت من روحه ريده منه أنت جاي منه يعني هو العطيك أكيد بده يخاف بده يزعل طب نحكي قبل شوية أنا وأحد الزوال تحييتي لقيله عم بيقول أنه نحنا بعالم طيب كان هو يقول له لأ الله طيب ليش ما بتفنك كلها العالم قديش فيه شر داعش والشر وغرأ إنسان جديد وعم بيصلي وكان عنده إياها هيدا عقدي بقى بمرة من المرات بخلوة صلاة ورياضة روحية وتعرفي بيكون فيه إمتلا من الروح روح القدس بيكون ملل مكان كل ما اثنين أو ثلاثة اجتمع وبأصبع بيكون موجود تسمع الصوت بيقول له قطل ابنك عمل هيك لان عم يجي على الصوت فضغري فهم القصة أنه اتخيل واحد خاطي يقول له مثلا ينطلب أن يقتل ابنه أكيد بجن نحنا القطار كيف الرب يالي نحنا أولاده بالنسبة للأقل طبعا أكيد ما بيقدر يأزينه لو كنا عم نخطي لو كنا شو ما عملنا أصلا نحنا مش لا بالنعمة مخلصين يعني مش لأنه نحنا بارين ومؤدسين هو بيقدسنا هو بيبرر طبعا أصلا أصلا لازم تعرف الناس أنه كل الشر اللي عم بيصير على الأرض مش مش الله اللي عم بيبعد الشر أكيد لا بالنهية هيدا العالم إنه نحنا عايشين فيه هيدا الحياة ما نحنا ليه بننطر الدهر الآتي والحياة الجديدة لأنه الله رح يكون حاكم المسيح رح يكون حاكم بس نحنا بحياتنا اليوم مش المسيح اللي حاكم هو الشيطان هو الشرير هو الشيطان حب المساري وحب السلطة وكل هالكره ما عم بيقتلوا بعضه ونكرم اللي عملوا مساري ما فيك تحب شخصين يا الله يا المساري المساري الحكمي هيدا العالم ما فيك تحب ربان ما فيك تحب ربان يا بديك تنقى تحب المسيح وتحب الله وتصليله وتعملي خير قدمة فيك لانو هيدا واجبك كمسيحية وكبنت الله بنتها الروح يا بديك تحب المساري وترك دور المظاهر وتنسي العالم يعني هيدا فاير شو بدي فيه ما بيساعدني بشي ما بيفيدني لا بيعمل للشيط اي او لا فيه ناس شوفي هولي بيقهروني بروحوا مثلا هلأ جاي عيد الميلات بروحوا بياخدوا هدايا للمياتم بيجيبوا بكل شو في تلفزيون انت عم صوروني اي 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 تب هالشو قلة معنا تب ما انت رابنا بقول ايدك اليمين ما تعرفش عم تعمل ايدك الشميل او العقس مضبوض صحيح كمان جيت عم تعمل فبليسيتي على حساب ناس انو عم بتشوف حالك بعمل خير لازم اصلا تعملو بلا ما تربحنا جميلة انك عملتو عسكات يعني ما فيه غير الشرير بيربحك جميلة ايه طبعا بيناتنا يعني انو اللي منيح اصلا ما اتسبلتين ما بيفكر اصلا انو عبيعمشو منيح لانو هادا شي عم من عاداتو بس ياللي منو منيح بدو يعمل فرق بدو قدام نظر العالم بدو يعمل حاله انو هو منيح انو هو عندو نقص هايدا التقوى الخارجية اللي هي شو معناته اذا بنا نقرشها انو تكون بالشكل انا بحسب النموس بحسب الكتب الفريسيين كانوا اكبر اكبر مثل على التقوى الخارجية مصبوط كل شي موجود بالانجيل مصبوط كل الامتي اللي مناخدها بالارض الموجودة النمازج موجودة بالانجيل انا وانا 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 بشكرك يا رب انو انا مش متل هيدا الخاطئ اجا العشار يا رب انا مش مستحق بقول الناص مين الرح مبرر عبيته اكيد العشار مصبوط ويدا اكل في الرئيسي تي 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 طبعا ما رحتي بتمجي تي ميكايالا في كنت احكي هادا الحكي بمجالكم بالفن انا عم بلش احكي ما بقولوا عني كاد جاي مدر من وين بلا بقولوا عني مجنونة اه بقولوا عني انو بعمل حالة شي تقن شهر اه كمان اي حتى بحيث في تهمي اي اكيد طب يالي ما بيحب الخير يعني سوري بردون بتجي بتعملي خير مثلا انو بتدفعي عن حدا مثلا فيه ناس بيدحكوا عليهم على سوشال ميديو على التليفزيون مثلا انا بدافع بدافع بمعنى انو انت مين تتحكم هيدا الشخص بس لانك شفت صورة عم تحكم ما لك حق اي ما قلم لا تدينو كي اي لا تدينو لك لا تدانو اي لك هيدا عم بتدافع عن هيدا بتايحكوا عننا بس ها في مبرد منيح انو هيك عم بيحكوا يعني عم بيبين المنيح يعني اذا الناس فيه ناس عم بتقول عني هيك تتاهمني فيه ناس عم بتقول لا معها هيتا نعو المثلة بس هولا ما بيكتبوا ع الفيسبوك يعني مثل ما فيه هيك فيه هيك اذا ما اجينا ردة فعل سلبية يعني ما عم بيجينا ردة فعل ايجابية ما بزعر ما بزعر صح مي بالمية نحنا بعد معنا شوية نطلع بأول بريك بس مرتلنا ما سمعنا شي معانو فيه بدي اكشف عنا كتير فيه جديد لاليك بالفان بس منخلي لآخر بلوك وفيه بارق كمان عن خبرتنا العصفورة انو انت راح من هون ضغرة تتسجلي اغني للميلا صحي بس خلينا نرتل هلأ وبعد الحديث طويل معنا بعد ساعة راح نرتل عليك السلام وبلا ملال لانو هلأ كنت لمحكيت هيدا الأسبوع زارة اليصابات وهون بلش يعني تكملت النشيد المريمة بقى من رتل عليك السلام بلا ملال يا نجمة البحر والأمل عليك السلام بلا ملال يا نجمة البحر والأمل يا ندات ربي الأزل وهي بتول لم تزل امين امين بترتلي بالكنيسة ولا كنت فترة من الفترات وهلأ وقفت لا كنت رتل كتير بس برتل مرات يعني احد الماضي رحت انو خدمت بالكنيسة مرات كمان بخدم بحمل الربانة يعني قد ما فيه شارك بشارك اوكي بس ما فيه التزام لا ما عندك ما عندك ما فيه يعني اعطي كلمة لكنيسة او لجوءة كون مسافرة عمين بدون يتكلون وبعدين انا حفلاتي ثلاثة ربيعون على الأعياد الميلاد ورأس السنة يعني القدديس عم بيكونوا على هول المناسبات الكبيرة ما عم بتقابكنها انا بدي اسألك سؤال قبل ما نطلع على البريك ممكن يوما ما ميكايللا انت هي بسألي حالك هالسؤال انو تندري صوتك بس للرب ممكن تسي ليش لا ممكن توصلي لها المرحلة تقولي انا كل صوتي كلها الوزن ربنا عاتينيها بس بدأ اوضاعي بخدمته ايه معقول كتير الله يكون حطت لصوت كلمة لها الموضوع قريبة ولا بعيدة ما بعرف لا ما بحس انو قريبة لانو بعد عندي كتير اشياء بدأ اشغالهم عحالي بعد عندي مسيرة انا يعني لحالي بعد مصر الجيز ايه عندي مسيرة روحية قوية عم بشتغل عليها شحالا بحس بس انو هلأ فتت انا بالأربعة وثلاثين المرحلة اللي جاية مثلا لما تصير بالخمسة واربعين وطلوع معقول تتغير كل حياتي الحياتي مراحل عم بتكون بلوكات عشر سنين يعني برايك انو الخمسة واربعين بتبطلي بعمر يعني انو تصيري فناني شوية كبرت بالعمر ساعتها مش كرميل الفن ايه ساعتها بتتغير مش عم بحكي كرميل الفن شو لك عم بحكي كرميل لما اكون صار عندي ولاد وصار عندي عائلة وربيتهم وصرت مربية وصرت انا مسؤولة عن روحهم صرت مسؤولة عن ارواحني هلا انا ماني مسؤولة الا عن حالي فين اروح العب وغني واصهر وبعدني بيو عمر بيسمحلي بعد عندي هالطاقة لان بعد عندي حب العالم انا بطلع بغني لاني بحب الناس انا بشكر الرب على صراحتك اه اوكي بشكر الرب عليك وعلى صراحتك لانه اي لأ عم بتقولي لي لانه كان ممكن حدا يقلي مثلا جواب كتير كليشي ونموذجة ايه انا بكرا في ايانو ما بعرف سلا انت كتير صريحة بعدني بحب العالم ايه وهيدي ايه مش غلط مش غلط اصلا الله حطنا عالقارد تنستلز بالحياة عنجات الله حطنا يعني لو ما بدو ايانا نستلز بالحياة ما كنا عامل المسيحة اول عجيبة وقلب المي لخمر بالعرس طب والعرس بلا موسيقى ما قالوا عازف طب اذا انا عم بقدم سعادة للعالم هيدا شي ميح لانه المسيح كان يقدم سعادة للناس ما ضروري الخدمة تكون بس بالكنيسة لا الخدمة في لا هي الخدمة بالمجتمع طبعا بالمجتمع انا لما اطلع شوف ناس دعلنين مقالون جادة وهيك وفهمهم الدينة بتطلع بتغني بترقصيهم بينسوا الدينة وبيقولوا خايحة مدلة انبسطنا غيرنا جاو شو بتكون عاملت انت تكون عاملتش منيح تكوني فرحتي رح نحكي اكتر واكيد الحديث له عدة مفارق وزواريب لانه بسم الله ميكايل لقيتلكم انا بمحبتها قدمية وبنشطاتها قدميتان كمان نطلع براكم ومنرجع سريعا جانا معكم اخوتي واخوتي ما في اطلب مننا لم يكايل ما في ماشي عم خبرها خبرية لقيتها ضغري دم وعيونها انت انساني مرهفة كتير وحساسة كتير ميكايل ونحنا بعالم يعني بيتعذب الانسان اللي بكون حساس صحيح قدي بتتقلمي بتتوجعي ولا بدي احكي انا عن الشئ اللي انت عم تشتغل عليه كما خسر انجي اوز قدي بتتعذبي بالنهار قدي بتحسي حالك الناس عم ببكوكي تعفى بتعذب على على عقلوب الناس يعني كره الواحد ظلم الواحد هيدا كتير بيقهرني انا لكن قديمة اهورة قد ما في ظلمه وكره بهالدني انا يوم ايوم لا بعد ببكي بتعرفي هيدا البكي هيدا بيوعدنا فيه الرب بالانجيل او بالعهد القديم الكتاب المقدس ككل انه هيدا هيدا دمعة اللي موعدين نحنا انه الرب يمسك بأصبع ويده ويمسح يا رب ان شاء الله ناطرا يعني هنهار ناطرا ناطرا عم صلتها يجي هنهار يجي المسيح وهو يحكم ويوقف كل هالزلم الموجود او عفكرة هاي برؤية يوحنة انا بعتزم ومش بالعهد القديم برأي يوحنة بقول انت ناطرا وانا ناطرا وكان عم بحكي تحت الهوى انه لو من سنتين كنت انا حدا عم بيخبرني هالخبرية كنت خيم كان عملت بانيك وشو اخر العالم وشو مشن هيك بيقلنا الرب ديما كونوا مستعدين اصهروا 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 صلوا ولا تملوا شو السهر يعني السهر عندي كذا ما ضرورة تصهري تقدر تقولي انه انا بطلع بزور وعلى كل العيادة بعايد شايدة صهر صهر انك تطلع عروحك يعني من جوة اجت هل مثلا تقليك انا كيف بشتغل مثلا فاتت هاي من ثلاثة سنين فاتت وحدة فنانة صوتها كتير حلو قعدت تغني حسيت بنوع من الحسد هيك انا اجمال انا بحصد ولا بغار بس حدثت بأرصى بقلبي انه انه انا عبالي كون هيك بعدا قلتي شو بك عم تحس دين بيان شو هيدا شي غلط حبيبتك لا مش هيك بشتغله الناس هيك هيك بشتغل عحالك هيدا 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 الصراع اللي بيننا في الروح القدس لما بتكون انت حساسة لصوته صير تسمع التبكيد وروح التاني اللي بعد الشيء مع القبل ايه عنجت وهيك بشتغل حالي من يومين كنت كتير معصبة بلشت سوق وعيد على الطريق وهيك كتير كنت معصبة عشية جيت على البيت بيني وبين حالي حسيت حالي انه الغضب غلط امين ايه الغضب غلط خطية لانه اول شي عبتفرجي وجبشي للعالم حتى لو شو ما عنديك بالبيت مصبور ما فيك تكره او تحسس العالم ايك تكره او تكره الحياة ويش بتصري انو هالنهار كيف بلش او عادت اطلب السماح من الله بس لاني غضبت وما علي حق اغضب عندي كل شي تكون مبسوطة مش لانه اذا صارت شغلة وشغلتان لازم اكره حالي او الحياة لاني حساسة بطلع وبنزل كتير ايه تبتلي الفنان هيك بيكون يعني ولا ما بيكون فنان اذا ما عنده هالتفاوض قعدت ابكي وقعدت ليس سمحني شكرا الله و هلا رجعتنا اصلا تبتشغلة لانه انت كمان انت عم تحكي بالانجيل منذ ما عم تقولي اللي هن بالايات يعني لا تضعوا الشمس تغرب على غضبكم طبعا يعني هو يعرف طبيعة البشر احنا رح نغضب بس ما تغرب الشمس ما تناموا انتو غضبانين بتكون ضغرة لانه الغضب هو بيكل انت لما بتغضب شو اللي عم بيديا عم تقزي حالك عم تكفل من حالك سلامك اللي تخرب مصبور اللي غضبت منه اول هو بعيد نايم ما فرقني معه ايه ما بعرف وين عادي فمشن هيك لازم هيدا الروح اللي فينا احنا لن حزنا ولا نهزلها يعني لازم تغزيها بالك لازم تضلها قوية وتبرق يعني قلتي لي قلتي لي كذا شغلي انو انا عاشية يعني انت بتصلي قبل ما تنامي قدي عندي كراءات بالكتاب بشكل يومي هلا الانجيل انا هيدا هيدا الشهر خصصته لشغلتان خصصته للأبحاث بالرؤية رؤية يوحنا لانو عم بحس انو نهاية هذا العالم قريبة جدا وقدوم المسيح عم بيقرب امين ايه هو هي ايه وحصيت انو اكتر كتاب بيحكي عن هذا الموضوع هو الرؤية صحيح فانا كتير عم بتوغل بالرؤية وبنفس الوقت فيه شغلة تانية عم صلي كتير للأرواح المطهرية لانو متل ما في ناس ماتت في بعائلتك وبعائلتي أرواحهم موجودة بالمطهر بعد ما اتهرت مزبوط وبحاجة لصلاة والمسيح بيطلب مننا ان نصلي له والعذرة كمان فشو بيقولو خلينا نفضي هالمطهر قبل ما يجي المسيح وما بيعود عندهم فرصة يعني ممكن فيه يقلك بركة هالتعليم هالتعليم مزبوطة وبركة لأ بس انو بركة ايه ليه بدي اترك الفرصة ليش انا بدي روحوا ليه بدي روح هالفرصة على عائلتي يلي قاعدين وهلأ خلص انو ما بقي بيصلولهم لعالم كتير مش متل ما لما بتصوفي بيوجيك بس ما لازم ننسيهم ما لازم ننسى ابدا لانو فيه ناس حتى الكهنة والرهبات والرهبين ما حدا عم بيصليلهم نسيهم لا صلونهم اصلا كهنة والرهبات والرهبين اوقات بدون هنم يصليلهم طبعا لازم لانو كمان رب يباركون قداش اوقات يعني بدون انه هنم بالنتيجة بشر طبعا يعني بيغلطوا نحنا دايما بنحطهم تحت المجهر وهي دي كمان انهون عم بعمل عتب على نفسي يعني كأنه عباركي رأى اذاتيه على نفسي صحيح لانو نحنا عوقات منحط اصبعنا ومندل عليهم ما بنشوف الا اغلاطهم طبعا بس ما هو سبعين سنة عم بيخدوم اوكي عمل ثلاث اربع اغلاط لانو انسان وضعيف بس نحنا ما بنعرف اذا الله سامح واقول لا ايه لا تشهد الروح تشهد يعني الروح تشهد لأرواحكم هايهي الاية شو يعني لأرواحكم يعني انا الرب روحي تشهد لروحي انا ما تشهد لروحي من كيالة طبعا انا ما بحش فيه بين مي كيالة وبين الرب وما خصني اعري وما دخلني لا وما دخلني وما دخلني ابدا وبعدين عنا فكرة انو الاخوارنا انو بننسى نصليلهم والرهبات ان كل حياتهم صلوا هني وكذا وفيك خلاص يصطفلوا بينهم من ربهم مش مظبوط يعني صلى علينا وعمدنا وجوزنا وصلى علينا لما متنا او لما راح نموت هندي كمان بحاجة لصلاواتنا هاي دي شفاعة لما بكون الواحد عنده هاي دي نوع من مواهب روحي القدس انك تشفعي بالصلاة طبعا اصلا الرب كما بقولها بالكتاب انو اذا صليتي للاخرين كتير كتير بيشوفها اكيد طبعا مش بس تكون عم بتصلي لالكونفورت زون تب بقولك انا والبكاعة عم بتصلي لأولادو اهل بيتي عم بتصلي عنجاد عم بتصلي لغير ارواح طبعا واصعب بتكون لانك ما عم بتشوفيون وصاروا طاي النسان خليني شوف صلاتك العملية هلا يعني انا بدي الرشا كمان على الارض بارك انو انا وياك كنا عم نحكي تحت بالفيسبوك بيطولت هالجمعتين كنت قليلي جريز انجي اوز وانا كنت عبالي قارف شو الفكرة وانت عم تشتغلي مع يعني سبسيفك بيبل يعني مع ناس بيختصوا بالاطفال وبالمرأة نعم يعني عم جارب قدمة فيي وصل رسالة يعني المصلحون في الارض انا هلا مثلا بهالسنة عمرة 33 لما على عيد ميلادي سألوني الصحفي قدي عمري قلتلون عمري احلى عمر عمري عمري المسيح لما عطى احلى شي بالحياة يعني قمة المحبة كانت عمرة 33 كانت عصليت عصليت فانا قررت انه قعطي قدمة فيي محبة وين في ناس واقعة مريضة تعبانة ضايعة بروح تروح ايه وين في حتى شجرة عم تموت بدي ادخل شو شو فيها ساعد لانه الله حطت لنا الشجرة وقال الله خالق الارض طبعا احنا صلتنا على الطبيعة ولكن شابلنا بالبيئة صلتنا على الطبيعة ولكن شابلنا لازم تكون بمحبة طبعا صلتنا عليها لاخدنا طبعا بس نحنا معملنا هيك نحنا تسلطنا بما انه نحنا عايشين بعالم شر صار تسلطنا شرير صحيح على الحيوانات وعالبيئة وعالضعيف هذا شي غلط نحنا كمسيحية لازم نوقف مع الضعيف المسيح ما بحياته هو وقف مع الاول ابدا لو وقف مع الاول يمكن ما كان مكان المسيح وما كان نسلب وكانوا زقفول وكانهم وهرب من اللي بدون يسوق كانوا يعملوا ملك مظبوط مظبوط ملك ارضي مظبوط نحنا هاي الشخص نحنا هادا وجبنا نحنا يعني انا ما بدي احكيه عني بس هادا واجب المسيحي بيشوفيك تعبانة مريضة شو بدي فيها هادا يالله نق او يالله خلصي الله يساعدك حبيبتي الله بيبعث لا الله ما حيبعثلك عشرة كيلو اكلتا تاكلهم تاكلهم الله بيبعث من خلال عالم صح من خلال الرسل او هادا الروح يلي انت فيك صح من خلالنا نحنا نحنا جنود الله مين جنود الله نحنا يابن نكون بين اتنعاشة بين اتنينة وسبعين يابن نكون بينهم خراس مفي بديك تنق وكل شي بالحياة تطلع فيه من خلال عوانات تحطيون كيف لما تكوني مغرومة تشوفي كل شي حلو انت تحطي عوانات المحبة امين وبتتنع بيه كل شي بالمحبة شكر الله عليك هيدا فكر المسيح هيدا اللي بي عنده فكر المسيح ما بقعد فكرنا نحنا وقلب المسيح لانه نحنا زمدنا بقلبنا نحنا وبفكرنا لمفوخر وقلبنا لمحجر ما فينا نعمل شي نعم بس لما يكون عنا فكره قلو وقلبه قلو والروح القدس اللي فينا هو اللي بيعطينا قادرين نعمل شي اللي عمله يسوع وأعظم وبقوله يا عم المسيح حب مجرم على الصليب وسامحه امين حب مجرم حب اللي شلدوه قالوا يا رب سامحه سامحه واللي صلبوه اكتر من هاك حب مريم المسدلية وسامحه وحتى مثال للعالم قالوا ياللي منكم بلا خطيئة جمع أبدا اللي كسرته طيب قالوا رح رح ردتين ذكر اللي عملته مية بالمية بكل صحيح صحيح تشوفي قديش عنده حتى الأكت الصغير بنعمله بمحب العم بتقوليه لانه بدون محب شو ما عملنا نقتل حالنا ننزل حالنا نعصر حالنا كسانجن يارن أو نحاسن يطن ما عملنا شيء نايم بالنار ان شاء الله نايم نقوم بالكنيس وانا بعرف واحدة انو شغلتها تنظف النحاس بالكنيسة وكذا تهتم تخدم الكنيسة ايه عم تشتغل بالكنيسة بس لو بتشوفي يا قدي بتخيق بتعيت وبتصرخ وبتجهمة بتقولي يا حبيب تباليها ما تعملي اللي عم تعمليه بس وقفي ع باب الكنيسة حبة التسمي عظم بكتير من انك تنطفي وتشيل وتخطي وتعيت وتصرخي وتكون مكشرة طبعا طبعا اكيد اكيد ع كل شي بينطبق هيدا الشي يعني حتى فيه اشخاص بيعرفهم كمان وصلا وكذا وصوم وهاكا بيعودوا كل الوقت بيحكوا لك هيدا ايه من عيدا ايه شو عرفك رجع تسعة ثلاثة الصبح طب انو الله كيف بدو يحبك كيف بدو يسامحك انو عم بتمسلي عالعالم بتقول الابانة دخلكية لانو الابانة اغفر لنا كما نحن نغفر ايه اذا نحن ما عم نغفر عم ندين ايه عم ندين قاعدين عاملين مثل الديين ايه المشتكي بدأت بين المشتكي والمجرب ما هو الشريف بقول مشتكي بقول بشكي هي هيدا quella دي هي عمية هيدي النميمة والا uh ايه هيدي ما صفاته الابانة مش بين صفات الرب مش بين فكر الرب ما قلت لي بر ايجي اوز اعم تحضر شي ما ايه عم تحضر هلأ في اه 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 كنا عاملين شي اسمه هيدا الهاولينج تشالينج الواوية بين بعضهم لما يصير في خطر يصيروا يهولوا نحنا ما عنا كلمة إلا عواء أو النباح بالعربي بس هي الهاولينج هي يعني كأنك عم بتزدي صراخ منادات للاستغاثة مثل SOS إيه استغاثة الهاولينج هو استغاثة الواوية بين بعضهم عمل لي الها الهاولينج تشالينج وهيدا بضم كل شي للضعاف هو صرخة للإنسانية وللمحبة وللرحمة ارحموا الأرض، ارحموا الحيوانات، ارحموا المرأة، ارحموا الطفل، ارحموا الفقير، المريض، السرطان ارحموا للرحمة مش معقول اللي معه سرطان إبرة السرطان تلجمعة بدي عملها حق 2000 دولار طب وين الرحمة؟ ولو؟ وين؟ طب هلا ما بدنا نفتح مواضيع بس انه في عنا نحنا مدارس وعنا مستشفيات من كنيستنا لازم يرحمونا أكتر، يعطونا أكتر، يحبونا أكتر، يضمونا أكتر، يعلونا طب وهالهاولينج اللي عم طلعت نعم، نعم، نعم نعمل هولينج هلا، لحد ما لازم يكون في بيك للمان هلا عم نجمع الجامعيات اللي بدون يشاركوا بهذا الموضوع والبيك بيصير إنه رح نعمل أكبر مجمع للعالم، رح يعملوا هولينج بنفس الوقت، وفي منظمة الجينيس بوك راكورد، رح يكونوا موجودين تيغطوا هيدا العمل وتيشوفوا، يعني تأكدوا يدخل بالجينيس بوك راكورد، مين بدو يفوت؟ ولما بفوت أكيد بكون في سمار على الأرض أكيد، أول شي يعني إن شاء الله تعمل هالدرجة الاجتماعية اللي أنا عم فتش عليه لأنه عم شارك بهذا الموضوع كرمال هالرسالة ولا هممنا التلفزيون، خلص ما كل يوم بيطلع التلفزيون، إنه شو رح يطلع لي مننا غير بس بدي حس المص إنه في نتيجة إن شاء الله، إيه، يعني فيه ناس يبعقول لي انت راسك تطلعي بتعوي على التلفزيونات، شو شو بفاكرة كلب إنت أو يبعقول تطلعي فيه واحدة طلعت قالت شو بفاكرة هيدا حالة للعالم كلاب تحت إجرائها، طي يعوه أه هيك قال ياتي؟ يعني تخيل لي ما فهمت شي من الموضوع، غير المظاهر، أه ايه ايه اوكي عمل لك بتوعي ماذاو بالمكال فإذاً نحنا مضعوين كلنا نطلع تحاول ما بدأول بالعربي ايه تحاول 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 منحول بتقريبا باول السنة بجانيولي نعم ان شاء الله اللي التيلية انك راح احلق من هون ضغرة سجلة غنية للميلاد نعم فينا نعمل عليك نعرف شوي ناخد هنت ايه فينا هلا عندي الكلمات هون لانو انا من الغنية الاغنية مش لقلي هي اغنية كرميل جينجل بقيتها نحط على الراديو بحافظة اول مقطع اجمل قيام السنة فيها بتشت الدني رزق خير على الناس تيايش الجو الهني ايه بعدنا مني حافظة بس بيحكوا عن ترانية مجرس وكنيسة ومحبة وفرحة ليلة الميلاد وكل الكون بيجتمعوا وبيحبوا بعضون ايه ياريت فينا نترك روح الميلاد كل ايام السنة امين ياريت ياريت مش بس نمطر اخر السنة تنحب بعض تعرفي اه انا كم بدي اسألك وانت جيتي هلا عم بتقول تقليلي هيدا الجواب اللي هيكي حسيت حالي كأنه كلنا سوا قطصت عرفتك حسيتك 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 ايه بس متل الوقت انا قلت تنكس جيفنج يعني نحنا اكيد نسمك اليوم نشكر بس في ناس البلنجي اللي بقول العشر برص عشرتهم تصحوا تسعة فلوا واحد رجع شكر هالتسعة اللي فلوا تنذكرون مظبوط بها النهار اللي ما بيحب منذكرون بركي علا وعسا سنة على سنة بياخدوا البلي ايه بياخدوا هالعادي بصيروا حزبوط مظبوط انت كيف عم بتتحضر يميكا يلا لأيد الميلاد مع انك ان انا حاس اللي شايتته عايش عايشي ثلاث مية وخلصة وستين هالا اذا بدنا نحكي صلاة او بدنا نحكي حفلات شو بديك نحكي كل شي كل شي ايه يلا لا تتجزد ايه مظبوط هالا بالصلاة راح بلش بصلاة هيدا على سنة بتصير راح طبق هالا الشهر يلي صليته للأنفس المطهرية بدي بلش من هالا على ليلة الميلاد للميلاد اللي جاي بدي صلي صلاة بعد تأملات الخمستاش بدي جراح يسوع بدي صليها وعم بتمنى انه ما قلت ولا نهار وما انسى ولا نهار وبالنسبة للعندة في حفلات بدي اقدمها لجمعيات اطفال ومرضة وهيك بنا نغني لهم ونغير لهم جاو وفي اكيد سفر شغل يعني متل العادة سفر امتل على ليلة الميلاد؟ هلا شو بعد عندي انت بعدك جاي جديد من لندن من لندن على عيد ميلادي كمان حبي بيرسي صحيح شفتك على فيسبوك شو كان عنديك كمان بلندن؟ كان عندي حفلة للربطة الارتودكسية اللبنانية بيعشا على الحفلة السنوية اللي بيعملوه وغنيت ونيك وخلصت الحفل ولبست الجاكات وسلمت الميكرو وقلت لهم باي وفليت وطالع على القودة بيجي بيجي متعهد الحفلة بيقول لي بيجي عم بتلبوك الجمهور اذا في مجال بعض غنية بطلوه اكيد بجي عدنا عشان لحنا عشان اخدنا الميكرو فتع السال وبشوفهم عملين سوربريز عند ميلاد الجمهور شح حلو ايه عجيبين لغتو وطفول الدو ودولي فتت ما شوفت حدا بعدين طلعوا كلن وويندن وييه والفرقة ودقولي شيروا بع الساعة وحسيت حالي بعرسك شح حلو يعني بعد شاحة يحملوني ايه الله راد بركب الصيفية بتجوز يعني قريبا هلا لانك انت خاطبة وكما انت حيتنا اكيد لا انجلو ايه حياتي اسمه اسم ملك انجلو ايه هيدا الملك انجلو ميكايل ايه اشكر الله عليكم بقى هيدا اللي صار لك عقبال المية انا كدعب خبرك تحت الهواء انه يمكن لو مقبلت كدعب كمانة بالمقدمة لو ما كانت اللي صابت اللي صابت حامل لو ضلت عاقل لو ضل عندها هيدا العقم واجت العذرة كانت اقتلبت القصة طبعا انت لو ما قبلت انك تشتح الجاكات او ترجعي تلبسي تتحضري وتنزلي لانه بتصير كتير يعني تخيلي ايه شو كان صار تخيلي خمسمائة شخص غول اللي كانوا بالحفل غير الصحافة يلي رح تعرف بالخبرية وغير عيلتهم واصحابهم يعني كل واحد بدو عالقليلة تايفش خلقوا بدو يخبر العاشر اشخاص مثلا نقولي انو ييلك شو عاملت لانو انا صارت معي انا كصحفية كنا عم نحضر حفلة لفنانات جايين من مصر تتعرفي قدما كانت مأهورة من الخبرية انا نسيت مين يعني عملت ليت حتى لا اسمها احسر قالوا لنا بالصحافة ما فيكن تاخدوا اللقاءات الا بعد ما تخلص الحفلة خلصت الحفلة وان اللقاء قال طلعت شلحت خلص طب انو يا جماعة احنا نطرنا تقلق شلحت خلص بشو يا انا بكرة يعني انا بشكر الله عليك انو شوفوا حتى انسانيتك طلعت عالقودة رجعوا نزلوكي كنت تفرعت رجعت طب يا جريز ما كمان هذا الشيء يعني وصلنا على مرحلة انو انو صرنا اذا عنا شوية انسانية منذ ايه حجنة ايه ايه لانك بوسط عالم خاصة الا فيه تهمة انها هي تهمة مرة تزور بس بمرات كتير فيه متما بقولوا باتسيد او تفاح عاصل بتنزع كل السحارة مزبوط يعني حدا يعطيك نموذج عاطل عن هيدا المجال ليش بالاعلام نحنا لأ يعني طبع لان احنا كمان نفس الشيء مشانيك انا بقلون انا بليز ما با تقولوا الاعلامية لانه هيدا المجد الباطل نسيتوا لانه كلمة اعلامية بس تنتفخ هيدا المصبوط الخاصة انا خادمة الرب على هيدا المنبر هيدا حق للرب وانا عم بختم بس يلا عقبالي امين لا لانه بوقت من الاوقات كمانا فيه مجالات احنا كل حدا تحت الضو معرض لكتير من هيك تراشق اكيد الاسهم في منهم بحق وفيهم مش بحق مزبوط حتى البحق مش من واجباتهم محضنين ربي حسب لا تدينه لا تدينه طبعا كنت بي افنت من يومين كان في انتخابات ملك الجميل الفتنس الرشاقة اه ايه اجاني الدعوة على الميل دعوة كثير يعني نساء كانوا عندهم مشاكل صحيين عصحيين عندهم صمنة زائدة اشتغلوا على حالهم على سنة وتغيرت كل حياتهم صحتهم حتى مكانتهم الاجتماعية بس هيدا الشي بيحزن لما بتشوف انت واحدة تقولي ولا كان وزنة تسعين كيلو وعند ثلاثة شهيد رح تقدمت عمدرسة ما قبلوني قال لانه ما فيه اركض ورا الولاد لاني ناصحة قال لما منقبل يكتوني معلمة لما ضعفت رجوع اخدوني ايه شي بيحزن انه صار الانسان يحكم على الثانية من المظهر يحكم على الثانية بثلاثة اربعة كيلو عفخاده او على رقبته او مية بالمية مينك انت تتحكم اصلا لكن انا انا شوف الرب كيف مرقني هلا احنا لازم نطلع تبشر ملايكي بس بدي مرق هالفكرة كيف الرب مرقني كمان بلي مرقت فيه يعني سنة الهورمون الثرابي لازم يخدها عشر سنة وقفتها بعد سنة لانه انت فخت كتير هلا بي لما وصلت متل ما لقيت التوب لما وصلت لنتيجة روحية لما قلت له يا رب انا قبلينة حالة متل ما انا انا بشكرك انك مرقتني كنت تضعيفة وكنت ممكن متل موضل ايه في ناس ما ديقوا هيدا الطعم في ناس خلق انين اوفروايت شو بيعملوا بحياتهم بيكراوا حالهم ايه انا شو بيعملوا لما وصلت لهالنتيجة بين وبين حالي وبين وبين الرب بزرف شهرين وميشيل بيعري وجعت انزلت سبحان الله شوف الرب لانه بديوا علمنا طبعا انه ما نحكم على حدا من الخارج بليز ما تحكموا لخارج ولداخل بالعكس تحبوا بعض نطلع تبشير ملاكي مثل ما العذرة قالت له نعم يا رب ما قالت له انا امت الرب قالت نعم وبس ولا سألت بكل الظروف الصعبة قالت نعم ما طلع تبشير ومنرشها موسيقى 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 رجعنا معكم أخوات وأخوات وأكيد بعدما أنا اللي بحبه كتير والأنتو بتحبوه أكتر وهلا عم بحبه أكتر وأكتر عم نكتشف فيها الأنا الحقيقية اللي داخلها ميكاييلا والميكاييلا الحقيقية اللي داخلها كمان مرة أهلا وسهلا فيكي مرسي أهلا فيكي والمشاهدين مالليلون بونجور بتعرفي شغلي سيقبت عمقول أنا بقل بأهل البيت نمعي ميكاييلا موصوطة فيكي بتعرفي بحبوك كلهم بالبيت خاصة ابني جاد مرسي جاد وإذا بتطلع دعايات على التليفزيون أنا شوي مقلة بالأحدى تيفي يعني بي مروموسون نعم تلاتة بي بروغرامين هالجمع نعم وبكل بروغرام رح تطلع بشكل مختلف أكيد عن طلتك اليوم يعني رح تطلع ببلات الشفير أمتين مع الأربعة الأربعة وهريم بمحلية كمان مع تونيا عيسى قريبة كمان هيدا الأسبوع مبعا في إذا ثلاثة أو خميس منها هيدا الأسبوع الفرق كبير ما بين كل طل وطل أول شو فيك تقولي عن هال ما بعرف عن هالخلطة إذا بديك هلا بأهلية بمحلية مع تونيا عيسى كنت مع أصحابي بالبروغرام من الجروب تابعي وعيشت طفولتي على المسرح جيبولي ترامبولين بلاشت فز علي جيبولي عنزة ها ما شفت بالبروموسيوخ جيبولي بساينة أعيشونة حسنا لبساينة إيه؟ لبساينة هيدي لبساينة لقوها كانت بيبي صغيرة عم بتموت بالجميزة طلعوا لي إياها ستردعها يعني خلصت لها حقيقة كانت عم بتموت ولقيت لها باتت بنات أخدوها رجعوه جيبولي عنزة على المسرح بسا صارت هالقادلة بساينة ياه ما صدقت بالاش تبكي انو انت مثلي أنا في بساينة تبنيتها كانت عمي وعم تموت لأنه إما ورا شوديار عنا بالبنية خلافتها هي واثنين تنائة ثلاثة يعني كانوا واثنين ميتوا بقيت هي فخلصتها ما قدرتنا نرد لها نظرها لأنه ثلاثة انا نصاوي بعيونه شوديار على حميوتها بس أتليست عيشته هلأ صارت عندي هايك كتل الخروط يعني ها أعمال رحمة هالقدة صغيرة بس عم جاد بيعملوا فرق بالحياة يعني يعني قالنا بيشوفها و هو خيلة قلت سايلة أمين شو لك كان هو خيلة كل شي وصلتنا عليهم وبين قدم عطاهم الأسماء مش حتى نرجع نحنا يعني تنمارس عقدنا إذا باتك السديق واحدة قلوا إيي ألا قبل dialou loun لأنني عقدم كنت縫يت في الهوم ي , أي نفس الشيء أنا أنا كمين ولكم يلبس و أنا جلد كمين وأبا com يلبس أنوا هيدا استناعي整 Sammy أنا كيش استناعي سأب هيدا استناعي مابسدك vedection أنا أبا اخت شي من الحيوانات عن جاد لا جلد ومشي مشي فأزان الأجل في محلية مع Tony رجعتي الطفلة بالات착شل في رأيك كك должны تلاقي برنيامج تحيت شيئي لزميلنا زميلي حبيب قلوي بس بيبروغرامو بحط سترس على ضيوفو تمام اوارشي شاطر كتير ما بيعطيكي وقت تتفكر بجوابك سيريوس بزكي وسريع البديهة وما بيمرقشي عليه يعني كانت المقابلة مش رحقول انه صعبة لانه ما عم بلاقي الجواب لا كان عندي اجوبة لكل شيو جوابت بطبيعته بس في ضغط في ضغط وتمام بيلبق له شاطر انا يعني ايدي بلا شو يعرقه كذا مرة وفياخر الحال ابكيت يعني عاسترس طيب بتلاقي انه هلا الناس اللي رح تحضري كل يوم وخاصة ريران عاستي 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 ما كنت عارفة انه احنا لايف بس في ريران طمني الفانس كلهم اللي حطي عاستي 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 رح يكتشفوا ميكايالا الحقيقية اليوم الروحانيات ميكايالا الاشياء اللي بينه وبين ربه وبالقودة النوم اذا بديك لانقول فوتوا عا القودة سكروا باب القودة وقتلوا بحالكم وصلوا هاي اول مرة بشوفوها غير الصور اللي رح تبيني من الحلقات الي جاية مظبوط رح قلك كمان هادا الشي بيضايقنا ليه؟ لانه تقلك ليه في مشكلة ببعالمنا لانه نحنا ببعالم عربي في مشكلة اول شي ما في تقبل للاخر يعني مثلا اذا بتكون لابسة صليب وطالع على مقابلة اول شغلي بتلبوا موها منيك انك تشيل الصليب ايه نحنا عنا بالأوربيت انا كنت كثير قناهير لانو انا وتجوفي ممنوع نربوس الصليب ايه انا في بعض المقابلات قلتلهم بتكونيني اطلع بطلع متل ما انا ما بتشيلوا جزء مني كرميل مشاعر غير عالم وانتو عم تخلقوا هيدا الفرق مصبوط يمكن هني معانهم مشكلة ايه انو انت مخباية على الفانس تقولك انك مسيحية لا ما انا مخباية ايه اكبر انو اذا هني حابينك هيك بتجي ادارة برنامج او ادارة محطة بتقلك هي منا نحاول بدي استفيد من منبرك تقلهم للعالم انا اذا لابسي صليب لازم الناس ترتاح لانا لابسي صليب الصليب بتاعنا لما مين ما كنت انت تكون بلاد العربية او بكل البلاد او شو ما كانت ديانتك لما بتشوف ميكايلا لابسي صليب يعني اذا انت كنت واقع وبدك حدا يساعدك فيك تطلب منه رح تجي امين شكرا الله انا هيدا علامتي انا علامتي علامة المحبة انا ليه بدغ فيها انا بالعكس انا لابسي صليب يعني انا تعرف انا مين انا مسيحية يعني انا قنون المحبة امين امين شو حلو يا ميكايلا مش انا متعصدة او انا احسن منك لا انا متحبة هلا للأسف لانه في الناس عم بيستعملوا الصليب بحطوا تاتو مثلا بمحلات لا طليق نسطف بهايد الرمزي اكيد يمكن مش انهيك كمان صارت الناس طبعا تستهوين طبعا نحنا الصليب هو عليمة الحياة والانتصار على الموت صحيح نحنا لو من الصليب ما كنا ما في الحياة ما كلها مقلة معنا ابدا ابدا معنا هدف معنا رجاء امين حلو كتير في اغنية سمعتين اياها بتنزل اليوم اليوم الا اغنية ما بعيدة عن جو الترتيل بس اغنية بعمريكو مهضومة فيها شي بدي اسمع فيها شي بين ماما والبنوت والحب ايه هي اغنية اغنية بتشبه لي انا قلّفتها كتبتها واللحمتها اه والله ها جديدة ها جديدة علي ايه يعني هلع بعضين بخبرك كيف طلعت بتقول امي مرة قالتلي الحب بيقتل يا بنتي امي مرة قالتلي الحب بيقتل يا بنتي قرب مني يا دلي نشيت الامي بهالليلي ضيعني طحبشني وما فهمت شو صار جمّني دوّخني كان فيي عقل وطار هي الجديدة التعبير الجديدة دايما باغنيات في شي بيودروب طبعا التعبير هو طحبشني طحبشني لا وانا استعملتها تناسس معها وكيف خلقت قلتلي بدي خبرك الأغنية خلقت بعد 11 سنة شغل عم بغني وعم بعمل أغاني كلمتها حلوة فيها شعر فيها لحن فيه ترتيب فيه مثلا كتماشي على الأوانين يلي حتتها المجتمع على الفنان يعني الفنانة ما بتقول عمرة الفنانة ما بتقول إذا هي على علاقة حب الفنانة إذا مثلا بتشرب ما لازم تقول إنا بتشرب إذا لابس الصليب ما لازم تطلع فيه أنا أقول كلهم كسرتهم أنا هون رسالتي هلأ بفنة إنه الفنان لازم يكون ع طبيعته الفنان لازم يفرج الإشياء الحلوة اللي فيه والإشياء العاكلة ما أنا موجودة بالحياة ليه بنا نضل عم نكذبونها فوصلت لها مرحلة إنه كل الأغاني اللي عملتها لازم كلمتها تكون حلوة لازم تكون موزونة لازم يكون فيها صورة شاعرية لازم ولازم ولازم بالآخر وصلت لها مرحلة إنه ما عم بعبر عن حالي بقى لا بحياة اليومية ولا بشكلة ولا بإحساسي عم بتكسب على حالي وصلت لها مرحلة ما عم بعرف حالي أنا مين ميكا الله الفناني مين؟ أنا يا عمي مجنونة أنا عالمسرح بطلع بإخوة بلعب طابل بنزل بيت بوك مع العالم ما عم بعبر مظبوط عم شخصيتك فأهدي صرت وحيتك قاعدت عم صلي هيا من شهر شهرين اللي أفتعد عم بقولي يا الله اللي 11 سنة عم بجرب في شي غلط يا إنت ما بدا كان يكون فنانة يا أنا مظبوط ما عم بعبر عن حالي مش هناك ما عم بنجح عم بتعتبر إنت اللي عملتيه بعد ما ما وصلت لنجاح لتصبي في نجاح في شغل الحمد الله في مردود مادة حمد الله بس بدي أنجح بشخصي أنا بدي أنجح بروحي ما بدي بدي أنجح بدي روحي الفنية تنجح ميكا يلا ميكا يلا ميكا يلا ميكا يلا اللي بدت تظهر مية بالمية أنا ما عم بعملها بزنس يعني أنا من فنانة إنه ليك في هاد الإيماج ناقصة ليش ما بتلبس هذا الفستان لأنه ما حدا لابسه وليه ما بتعملي هيك لأنه في ناقص هون هيدي كالصناعة هيدي كالصناعة الفنان أنا ما بدي صناعة أنا بدي تكون الطبيعية بدي روح هيدي الروح بدي ناس تحس بروحي لأنه عندي رسايل بدي أعطيها مودي همني أنا أنشاه الروح جيب شانال وجيب مش هادة اللي همني حلا فيه أشي أهم على شو رسالة كانت من هالأغنية أول شي تبيني أنت أنك هالأدي هيكي فري زغطورة مية بالمية نعم 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 قلت لازم أعمل شي بيعبر عني بفرج عن روحي وأنا كنت هنا وقع بالحب وقلت إذا ما بده إذا راح جرب راح جرب بعض لأنه بعد عندي رغبة إنه جرب راح اتجه أعمل شي بالبقلة ونزل الواحي صدقيني بثلاث دقايق كتبت للغنية والليوم شو راح تعمل اليوم بتنزل اليوم تنزل على الراديو آه سجلتيا أورادي وكل شيء تنزل على الراديو أي راديو أول شيء أنغامي راح أتجه أتجه أنغامي وبعدين بعد شهر بعدين صوت الغد أكيد بعد شهر ولا لا أقلب أقلب كتير أقلب كتير أنا بحبه كتير وأمتي ببنى أشوفها فيديو كلب ما بعرف يعني التلفزيونات تغرب بتفكر بالصورة طبعا بالصورة هلأ يعني أنا بطعفة ما عندي إنتاج عم تكلي عم بقول إنه لك تعفى هيك عم فكت إنه الغنية نزلت وغنية حلوة واللي بقتلي وإن شاء الله تنجح وأنا حاسة إنه بقى تنجح لأنه نزلت بوحية صدقيني بديقتان ثلاثة كانت خلصت الغنية أوكي لتي يعني فيه واحد يعني جاي من فوق إذا جاي من فوق يعني الله رادك إيه الله رادك بقى يا ربي متل ما أنت بتشوف وين بدك توصل الغنية وتوصلني أنا معك ما عندي مشكلة أنا هلأ مني حاطة برأسي صور لأنه ما عندي إنتاج بس إذا بحس إنه رح يجي إنتاج يعني ست إطلع من البيت إنه اليوم أكيد وشي شي شي معي حلو أكيد الله بدي بعتلي شي حلو شو مكان خلاص هيك هيك ستعايشت بتعرفي أصلاً عم بتقولي يا الله هيا ثالث مرة بقلك إياها كتير كتابة لأنه نحن عم نتنبع على حياتنا كلها هاي بالرسايل يعني لما أنت بتقول الشي الإيجابي أنت عم تتنبع على حياتك وإذا قلت الشي سلبي بتكوني كمان عم تتنبع على حياتك من هيك لما دايما تحط بيبالك إنه الرب ما خير وبركة تتبعانك طول أيام حياتك طول ما أنت تحت مظلة الرب فأكيد بدي يجي طبع مظبوط أكيد بعدين عبدي كتفكري مثل ما المسيح قالنا أنه العصفور ما بيفكر كل يوم شو بديو إياك ولي وين بديو ينام و بديو يلقص فكري كل يوم أنا كل يوم فكر اليوم صدقيني بوع الصبح حمد الله خيش أحلو يوم وعيد بكيش بدي أعمل اليوم هيك بوعا شو بقي وعشي يا حمد الله كنت خيرك يا رب نهاري كان بيعقد شكرا الله وكل الوقت هيك بتعبعيش بتعبعيش والصلاة وهيدا السلاة إيه شو السلاة السلاة إنك حتى بإغنية المافيا صلاة إنت عم بتصلى لي لأنه هي النية طبعا كيف مظبوط إنك تخدمة إنك توصلة تعملي وظيفتك اللي أنت خلقتي بها الحياة مش بصدفة صوتك حلو بيجي وقت أكيد تستخدميه بالخدمة بالتسبيح بالغنى بالترتيل بالشو ماكين بس بنفس الوقت بموقع اللي أنت فيه كمان عم بتكوني كدوة بالغنية الحلوة نيتك شو من وراها المحبة إيه؟ هيدا سلاة مظبوط مظبوط أنا عم بكوي إذا بمحبة بقولك التبخة إذا ما فيها محبة متطلع مش طيبة بتقرف تطلع يا محروقة يا بتعمل لحزيادة بنقفى إيده الوحيد بيناما إذا حطيت محبة بتحول لصلاة مظبوط طبخة المتجرة بتصير صلاة عنجاد عنجاد بكل شيء بتاعمليه من قلبك بتاعت فيه عنجاد مظبوط ميكا يلا هتا هنرتل هلأ شويت هنشوف كمان بآخر ربع ساعة شو بنا نحكي تطلع شي ترنيمي شو حافظة؟ شو صوتك اللي حلو؟ اه انا اكيد بحب رتل بص conclusion أنا اليوم مني مرتاحة بصوتي مني مرتاحة بصوتك مني مرتاحة بصوتك بس اكيد رح رتل بس بعتذر من المشاهدين إذا حم بيرجف صotechnology اصلا كلنا عم بيرجف اليوم بتعرف الوهرة شو؟ أنا بقلهم قدي بطلع مسارح ومنسبات بس الوهرة عندما تحكي عن رب الأرباب وملك الملوك هذا اللي بدي أقوله عم برجه في مواتلي ما بلست لأنه عم نحكي عنه مسؤولية كبيرة عم جاية وكذا مرة دمعت وبتشعر ما بعشو عم بيصير يعني كتير سيطر عصاوته نشازت بالغنية اللي أنا لحمت أنا من طبع ياسو بحبك ما زال هو حبك أنا بحبك كتير هتا نردت كمان رح أجيب الكلمات لأنه على الرهبة مش عم بعرف ركز يعني حتى يعني ترتيلة السنين برتلها ونصيت كلمات عاي تكسيع من رتل ترتيلة للمسيح ليسوع لأنه هو حب حياتي وهو كل شي من خلاله بيصير فمن رتل وحبك ربي يسوع وحبك ربي يسوع أتبعك ربي يسوع وليس لسواك أتبعك ربي دوما أتبعك بلا رجوع أسبح اسمك القدوس وليس لسواك أسبح اسمك القدوس أتبعك بلا رجوع أسبح اسمك القدوس وليس لسواك أمين أمين ليس لي سواك مظبوط هذه الكلمة المظبوطة التسبيح يعني أكتر من مطرح خاصة المزامير هو أجمل هو الأجمل على الإطلاق بالأسفار لعهد القديم وكله بيحكي عن التسبيح ونصوص كثيرة بتحكي عن التسبيح مفوت فيها حروبنا حروبنا الروحية بالتسبيح قداش بتزلل لكل العقبات صح يعني أنا صارت ماء على الهواء وكننا عم نحكي تحت الهواء ما كان فيه عطل فني كان ماء ضيفة من جماعة الحيات بروح القدوس ويمكن ما نطلعها وبلشنا نسبح ببلاقي صورتي على المونيتور حلو التسبيح كثير حلو طبعا أنا بالسيارة على طول في عندي تسبيح لأنه ما في غري التسبيح بتعرفي أسوار قريحة شو صار فيها بالتسبيح أشطت كثير يعني شو بدأ قليك يعني المسيح أصلا بقليك إذا كان إيمانك قد حبت الخرد بديها جبل كيف إذا مش إنه بس مؤمنة مؤمنة وعم بتسبحي ومن قلبك وعم بتغنيله وعم بت يعني شو بده يصير عجيب الدني بتصير بين يديك أمير كنت عم بتقولي بديك تحلمي أو حابة تكوني مربية وأم وكنا عم نحكي قبل شوي بفاصل الأول عن أنه أي يمكن يوما ما تقدمس أطيب قد بتعني لك العائلة والولاد وخبريني شوي هيك تطلعات ما كانت تعنيه للمرة ما كانت تعنيه لأبدا هلأ صار هالسنة لما يعني على عيد قلتلك لما قلت إنه هايدي أحلى سنة وفعلا أنا من جوة كانت نيت إنه بدي زبط كتير إشها بحياتي من خلال المسيح والعذرة بدي عن جد مش إنه عم بحكي هيك تقول إنه أنا منيحة إلي كتدي حاسي في إشها بخربطة بدك تعطيها أكيد لأنه كتحس إنه يا عمي أنا إنسانة منيحة وقلبي طيب بس ليه مثلا مثلا ليه ما بركض لعائلتي ليه ما بحس مثلا إنه لازم أعمل عائلة ولازم هيدا الحنان تدفق ما كان عنده هالحنان تبع الأمومة كتبعني كتبعني المراهقة بس هالسنة تغيرت وصرت حس إنه لأ واجب المرأة إنه تضم وترتب وإذا فيه واحد واقع تلمه هذا واجبنا نحن المرأة عنا عنا كتير واجبات نعملها نحن المنجمل الحياة المرأة عن جد طح يعني إذا أنا إيدي بإيديك منحط إيدينا ببعضنا منطلع منعمل شي عمل خيري قدام نكون عملنا وجملنا بس إذا أنا وياك أريد أغير منك لأنه أنت أحلى مني لأنك شو لابسة نعينتنا منهدم منهدم نهدم 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 لأنه أنت بنفس الوقت لما أنت تغاري تجي حد أنا هيدا الشخص كمان بده يحس بمثل كأنه بيمبون هي يعني السياء رح ترجع وبتكبر وبتكبر وعم نبعد عن الرسالة المزبوطة وأنا عم بغلط مع حالي أنا عم بودة روحي لوط مية بالمية عم نغلط مع حالنا وهيدي أكبر عدول المرأة هو نفسها مزبوط لأنه لما تتعلق وأنا بما كانت وحدة منهم يعني تتعلق بالقشور وبالمظهر وبدي أشتري أغلى تياب وبدي وهي لبسة أنا بدي ألبس كمان وإذا ما كانت هيك ما بين قبل كلها هيدا من هاي البولدان عم تحكي بكبر بتفوتي بمطرح وبتفوتي بمتاهة بتبعدك عنك كل ما كبرت هيدا لنويوصها ربعيد عن وان انتذرتك مية بالمية يعني إذا ما بتتركي أساسي كله نهوديك بيضيعوك هيدا كله ضياع يعني نحنا المظاهر والعنجد والمساري مش عم بحكي إنه المساري عاطلة لا المساري بس تستخدم تستخدم وضرورية بحياتنا بطريقة في حكمة في تمييز طبعا أو من المواهب الروح الحكمة بيصرف المساري بعدين ما تنسي تعطي طبعا تعطي جزء من مصرياتي لأنه العشور هيدا لهيك العشور واجب ما تفكر ما يفكر حاله اللي عم ياتي إنه أنا عم بقلق خي هيدا واجب إنك تعشر مصرياتك طبعا وفوق الواجب أنت لازم تعطي كمال لأنه أعطو أكيد كنت سجينا عم نحكي عن السجنة طبعا فزرتموني كنت مريضا فكنت عريانا أكيد هيدا واجب طبعا وأنه أنت منيح طبعا يعني بدي واجه رسالة لكل الناس أنه هلأ مظبوط عيد الميلاد وأنه احنا منتمنى أنه كل السنة تكون عيد الميلاد بس أنه بما أنه هلأ فيه وعي وفيه جو ميلادي فيه مثلا بالانطوراج مثلا الناس معها مصاري بتجيب هدايا غالية للناس التانية اللي معها مصاري والناس الفقيرة مثلا بيبعثو لهم كيس أكل مع حرمانه جربوا أعملوا إكيليبر أكتر هو الفقير اللي بحاجة أكتر لهالمصاري أو لهالهدية بينما الغني منه بحاجة بس ما يفهمونك غلط تبعاته شانيل مثلا حدا فقير مصريات الشانيل الخمسة آلاف دولار شهرين ثلاثة ساعة تفرش بيت عائلة فقيرة ما ضروري تهدوني ساعة غالية فينا نعمل عنجد عنجد أنا وياكي خلينا اليوم من خلال تلاليميال نقول لكل الناس بيحبوا يهدوا هدية فينا نحنا نتعرف عليكم وروح نعرفكم على العيال يلي بيحاجة لمصاري أو لأكل أو لتيب لدفة لمزوت لكهربا أمين يعني ساعة فكروا بإخواتكم يلي هلأ نحنا قاعدين بالكنيسة عم نصلي وراحين نتعشى أفخر أنواع الأكل ونلبس أحلى لبس ونكيب نصهم ونكيب نص الصحة وفي ناس حافية عم بتموت من الساعة عنا ببلادنا صح وناس اللي بلا بيوت واللي قاعدة هلأ مشردة ونحنا عم نصطديفهم عنا بالوطن وعم نحكي عليهم طبعا نحكي عليهم وعم نقول عم بيكلوا من دربنا وعم مع الترين شو عم بيكلوا شو عم بيكلوا يعني عن جد يعني شايلين من دربنا كتير شوفي أجمل بعده كان عم بيقلي ميشيل بعد في خمسة دقايق وطلعت انت باللي عم بتقولي رح أعطيك بعض دقيقتين قبل ما نختم قولي البعض بديك تقولي لأنه نحنا نور الشرق كمان طبعا يعني نور الشرق هي اسم على 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 الشرق كله هو هم واحد يعني بدي أقول للعالم المهم هون هو الإنسان هيدا الإنسان يلي انت بتقطع من حد وطلع فيه هيدا منين جاي لابس شحاتها وفيه شحات دخيلي سكر الشباك أوكي هلأ فيه منهم ما بيسوا بس فيه فيه منهم مع الترين التفتو ما بقت تتاخدوا بالسياسة ما السياسة باطلة بس أنه هيدا حكم مباطل هيدا سلطة باطلة السياسة بالإنسان وشو دخل المساري لأنه فقير ما بتعطيه أو مصرياتي أنا بدي أجيب فيهم يا عمي تشاركوا مع بعضكم هولي ناس هولي أرواح معقول يكون يقربك إذا بتعمل فحص دم معقول يكون فيه أرابة بيناتكم تقليك شغلة كمانا قبل ما نختم على قصة المساري كلمة بتاعت الرب يعطيكي أكيد لأنه أنا بتذكر لما كنت عم بشتغل بالأورب كان معاشاتنا من أعلى المعاشات ما كان يبقى معي مصاري كماني يروح وما في بركة ما في بركة بينما بالقليل القليل لأنه أنا لا عم بشتغل بالقليل القليل اللي معي في بركة في بركة لأنه في نفع صراب طبعا متافئ يعني أنا أكيد أنه إذا عزتي الشي وما أنك عارفة من أين تجي بي في حدا رح يدق لك عيش وفي شو جبت لك ما عم بتصير معيك مي بيه أنا هديك السنة كنت عايزة كنزات 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 عايزة كنزات أنا ما عندي ولا كنزة عم بقوله يا مصطفى يا الله بقى عايزة شعر شين كنزة من لندن قلت لي ما بيجوا عقياسي خديهم هيك آمين نحنا خليس وقتنا ميكاييلا شو بدي أقلك من أجمل اللقاءات الفنية اللي أنا بعملها لأنه ما عن حكينا فن حكينا إنسانيات حكينا عن يسوع حكينا روحانيات حكينا فتنة على مراية الروحية الداخلية بشخصك واللي أجمل بكتير كمان ده أنت حلوة من بره بعض اللجوة بعض أحلى وأحلى مرسي فأنا بشكر ربنا عليك إن شاء الله انت قلت لي تحت الهواء هيا لازم نقولها قبل ما نختم إنه كمان صار في كتير حكي بينكم كفنانين عن يسوع مظبوط وهذه شغلة حلة مظبوط عم بلمس هيدا الشي بفنانين من عمري أصحابي عم بيلتجوا للمسيح للصلاة للمسبحة شكرا الله عندك هيدا الكتاب أنا في ناس بيجوا لولوا هكي صليت هيد الصلاة ايه هيتا انت صلي هاي هكي صرنا عم نقول شو حلو عم نحس الفنان اللي عن جد بيحس لأنه متصل بأله بيحس بالصلاة بيحس إنه لازم يعمل شي منيح شكرا رب عليكم أنا بقلك من هلا بعيدك أو شي كمان هابي بيرتدي معنا إنها عفا يصبق ونقول إن شاء الله العمر كله ما يسوع إن شاء الله وإوسع تخومك إن شاء الله إوسع تخومك وحدودك وكل حياتك وإنت كمان وإنت كمان يا رب إنت كمان مسيرتك مبلشة ومقلعة مضبوط الروحية أنا يعني هيدا المنبر هدية منه إله الحمد لله منه إله بلا هو أنا ولا شي سفر عشمال كل ما هيك شكرا الله عليكم أخوتي ومارسي لألك ميشيل تباعدنا بالأخراج وأكيد الريران على الساعة 11 دايما هيك خليكم ممتلئين من الروح ومبسوطين وفرحانين وإلا لانا لقم إنه نحمل اسمه كمسيحية ما هيك هيك منقول وبلاقيكم تانين نجيب حلقة جديدة الله معكم اشتركوا في القناة